من القدس تنضم إلينا موفدة الحدث رفاه السعد أهلاً ومرحباً بك معنا رفاه ما الجديد اليوم رفاه ما الذي تم رصده في القدس نعم القدس لا تزال مشحونة أمنياً لا يزال الحذر الأمني مشحون فيها ومتوتر دائماً كل ما يحدث في قطاع غزة وفي الضفة وحتى الرشقات الصاروخية كلها تعكس على القدس طبعاً لأهميتها فدائماً نشاهد أن التوتر يحدث أو يبدأ من هنا من خلال التضييقات الأمنية وانتشار المكثف للشرطة وحرس الحدود الانتشار الحواجز الأمنية يوم بعد يوم نشاهد أن تكثيف هذه الحواجز وفصل الأحياء عن بعضها البعض ومساءلة الناس التفتيش السيارات هذه الأمور أصبحت تضايق كثيراً المقدسيين هذا إلى جانب أيضاً المستوطنات والمستوطنين الذين بالعادة هذا طبعاً الاعتياد ما يضايقون المقدسيين هنا لكن في هذه الأزمة وفي هذه الحالة التي يعيشها الشارع الإسرائيلي والفلسطيني هناك توتر كثير توتر شديد ينعكس بصورة سلبية على المقدسيين هنا طبعاً إذا نتحدث عن الأحداث الميدانية والأمنية هناك اليوم كانت رشقة صواريخ على تل أبيب تم اعتراض ثلاثة منها عن طريق القبة الحديدية ورشقات الصواريخ أيضاً مستمرة على غلاف غطاء غزة برافاة كان هناك أيضاً اختتام اجتماع بمقر القيادة الجنوبية في بئر السبع للقيادة بالنسبة للجيش الإسرائيلي أو مجلس الحرب هل من معلومات متوفرة لديك حول هذا الاجتماع أي شيء رشح من خلال ربما وسائل الإعلام أو أي مصادر أخرى؟ نعم بالنسبة لهذا اجتماع الحكومة المصغرة أو اجتماع حكومة الحرب منذ تشكيله أصبح يجتمعون تقريباً كل يوم أو كل ليلة يعني هذا الاجتماع أصبح اعتيادي لمناقشة الأوضاع الأمنية والتحضيرات للاجتياح البري طبعاً كان هناك قرار منذ يوم أمس أن هذه الاجتماعات تكون سرية للغاية بعدما تسرب كل يوم خبر عنها بعد الاجتماعات فلذلك كان هناك تجديد من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن تكون هذه الاجتماعات سرية للغاية لكن اليوم كان هناك حديث خبراء عفواً وعسكريون إسرائيليون كان يتحدثون أن إسرائيل حالياً تعيش أكثر من جبهة وهي الجبهة الشمالية التي تتجه إليها الأنظار الجبهة حزب الله التي لم تكن تتوقعها إسرائيل أن تفتح بهذه الطريقة وهناك أيضاً ما نتحدث عنه الجبهة الجنوبية مع غلاف غزة لكن هناك أيضاً دعينا نقول المناوشات المستمرة في القدس وفي الضفة ورامالله هذه أيضاً تعاد جبهات صغيرة لم تكن دعينا نقول لم تحسب حسابها إسرائيل لأن نشاهد يومياً مناوشات ليلية يوم أمس مثلاً كانت هناك انفجار عبونا في مخيم نور الشمس راح فيه قتلى عدد من الجنود الإسرائيليين هذه الجبهات التي كانت يتحدث عنها العسكريون الإسرائيليون أن إسرائيل يجب أن تخذ بنظر الاعتبار إلى جانب خطوة الاشتياح لذلك يرجح الخبراء أن تأخير الاشتياح البري بسبب هذه المناوشات وبسبب الجبهة الشمالية أيضاً طبعاً هناك اليوم كان لصحيفة معارف كانت هناك استطلاع للرأي يتحدث عن آخر استطلاع للرأي حول الاشتياح البري كان هناك 61% يفضلون الاشتياح البري 51% يفضلون إعلان الحرب على حزب الله فيما رجح 80% أو صوت 80% خلال هذا الاستطلاع على مطالبة نتنياهو بالاعتراف وتحمل مسؤولية الاختراق الأمني الذي تشهده البلاد بعض الجهات العسكرية رئيس هيئة أركان الجيش وبعض المسؤولين وحتى وزارة الدفاع اعترفوا وتحملوا مسؤولية هذا الاختراق الأمني بينما لغاية اللحظة هذه نتنياهو لم يعترف بهذا الاختراق الأمني ويتحمل مسؤوليته نعم من القدس كنت معنا موفدة الحدث رفاه السعد شكراً جزيلاً لك رفاه لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة